مباشرة من الرياض معنا الكاتب الاقتصادي ثامر سعيد أهلا وسهلا فيك ثامر معنا في MBC في أسبوع أسألك في البداية عن أهمية هذه الخطوة وفي هذا التوقيت بالذات مرحبا علي مرحبا السادة ومشاهدي MBC مساء الخير الرقية طبعا أهمية هذه الخطوة أنها تتم لأننا نعرف أننا في المملكة نحاول أن نبني ونمكن الشباب من أن يبدأون أعمالهم التجارية البسيطة وهذه في طبيعة الحال طريقة التستر التجارية والمتستر عليهم أنهم يعملون في منشآت أول الأمر متناهية الصغر تحقق دخل ضعيف بسيط بالنسبة للمتستر ودخل عالي بالنسبة للمتستر عليه اليوم أصبح أمامنا أو بيدينا تقنيات كبيرة تمكننا من متابعة العمليات المالية تمكننا من متابعة تنقل البضائع تمكننا من متابعة أيضا تحرك العاملين والموظفين بين الشركات والمنشآت فأصبح من الواجب على الجهات الحكومية أن تكون أكثر وضوحا ودقة في تحديد مشاكل الاقتصاد لأن هذا الاقتصاد الذي نحكي عنه هو اقتصاد الظل أو التستر التجاري حجمه كبير جدا تقريبا 300 إلى 400 مليار ريال وهو الرقم الذي سبق وتحدثت فيه وزارة التجارة مباشرة أيضا كنا نتكلم عن دعنا نقول أن المتستر التجاري والمتستر عليه يعملون في بيزنس الصغيرة زي ما كنتنا أقول قبل قليل لكن مثلا في الجهة الأخرى اكتشفنا أنه في وزارة التجارة صدرت فيديوهات عن شركات تجارية ومؤسسات تجارية فردية كانت تعمل بمبيعات تتجاوز العشرين مليون ريال في منشآت أخرى هذا يعطينا انطباعين أولا هي تبدأ صغيرة زي ما قلنا مؤسسات صغيرة أعمال بسيطة يريد المتستر أن يحقق 2000-5000 ريال وهذا ينتشر في بعض الأعمال التجارية مثل الحلاقة مغاسل السيارات مغاسل الملابس بعض مكاتب العقار يعني تقريبا حدد 72 نشاط يمتهن فيها التستر والتستر التجاري ومن ثم انتقلنا إلى أنه يكون فيه أعمال تجارية ضخمة شكرا مبيعاتها تتجاوز العشرين مليون ريال تم تصحيحها وأيضا الطرف الأخير الضعيف في القصة من لم يستطع أن يفهم التوجه وظل ينتظر أن تمدد هذه المهلة أو أنه يكون فيه تراخي في ملاحقة المخالفين نظامية لأنه دعونا نقول زي ما قلت لك 300-400 مليار ريال هي أرقام وزارة التجارة بالنسبة للتستر التجاري وهذا اقتصاد الظل أيضا عندنا عمليات مالية تتم خارج النظام المصرفي المالي تساهم مثل وجود مثل هذه العمالة التجارية على غسيل الأموال نقاط تحويل الأموال إلى خارج المملكة حتى جودة العمل التجاري دوجة جودة البضائع المقدمة طالما أنه الأساس بهذا الضعف ستكون الجودة حتى في الأعمال التجارية ضعيفة وبالتالي حتى نسمع عن تكتلات من جنسيات محددة ومعينة لصناعات مختلفة أو صناعات واحدة أو تكتلهم تجاه أسواق الخضار تكتلهم تجاه الحلاقة والمغاسل إلى آخره وعدم سماحهم بدخول غير جنسهم أو غير الوافدين أو من يريد أن يعمل بالبزنس أو بالأعمال التجارية بشكل نظامي وواضح دائما يكون هذا التكتل محارب له ولذلك أصبح من الصعب لبعض الشباب الذور غوث الأموال البسيطة أنهم يكونون جزء من العملية التجارية أو من البناء الاقتصادي بلا عن منشأة صغيرة انتهاء بأن هذه المنشأة تكبر وتوفر وظائف بالنسبة للمواطنين وتحقق عائد حتى للحكومة أو عائد حتى للبلديات ووزارة التجارة من خلال الأنظمة والقوانين الموجودة لذلك هذا يؤثر فعليا في جودة العمال التجارية يؤثر في قدرة أو في وصول الفرصة إلى الشباب من يريدون أن يكونون جزء من العملية التجارية في المملكة البيئة كاملة الآن الإيكو سيستم كاملة أصبح يدعم أن يكون الفرد أو الشاب السعودي جزء من منظومة تجارية تعتمد على المنشأة الصغيرة ومن ثم تعتمد على المنشأة الأكبر والأكبر حتى تكون الفائدة لشرائح متعددة ومتنوعة إذا قضي على هذه الشريحة بالشكل المطلوب لأنه صعب جدا أنه تكون تنتهي وتصل إلى الصفر إذا قضي عليها ووصلنا إلى منطقة ممتازة جدا من حيث وجود المتستر عليهم ووجود المتسترين سيكون هناك فرصة إضافية أكبر للشباب أن يشاركوا أيضا في الأعمال التجارية ويكون لهم مساهم أكبر في الاقتصاد حتى أنه في فكرة الوظائف من وإلى إذا كنا نحكي عن صناعة التوظيف قد يكون هذا يعني معالجة هذا الوضع هو فرصة إضافية قد يعني نجعل أحد الشباب أو أحد المقبلين على الأعمال التجارية بغير حاجة إلى أنه يكون ضمن الطاقم الوظيفي لأي من القطاعات سواء خاصة أو عام لأنه سيجد ما يكفي ويجد ما ينمي تجارته من خلال البرامج الحكومية الموجودة الداعمة لذلك طيب أستاذ تامر هل هناك خطوات إضافية يتطلبها سوق العمل لتنظيمه بشكل أكبر في المستقبل؟ اليوم أعتقد أننا إذا استطعنا أننا ندعم الشباب أنهم يتحصلون على مبالغ تمويلية كافية تساهم بأن ينشوا أعمالهم التجارية بالإضافة وهذا موجود الآن هناك برامج حكومية تساهم بأن تدعم وصول الشباب إلى سوق الأعمال وليس سوق العمل ومن ثم هؤلاء الشباب إذا نجحوا سيحققوا قدرتهم على أنهم يخلقوا وظائف إضافية تساهم في تخفيض نسبة البطالة وهي دائرة كبيرة متصلة بأهداف متتالية إذا استطعنا أن نعالج القاعدة الأساسية سنتمكن من معالجة كل الأطراف الأخرى حتى نصل إلى دائرة دائرة تجارية ودائرة اقتصادية متكاملة صحية الآن نحتاج أن نراقب السوق نتأكد أن لا يوجد هناك عمليات مخالفة تسرق الفرصة من أشخاص آخرين مستحقين لها بسبب الطمع والجشع وأحيانا الجهل ومن ثم أصبح بين يدينا أجهزة إلكترونية وبرامج إلكترونية تمكننا من متابعة السوق بالشكل الدقيق إن كان عند البنك المركزي إن كان فيه مصلحة الزكاة أو هيئة الزكاة والدخل أيضا لدى وزارة التجارة فأصبحت الدائرة أيضا واضحة للمراقب والمتابع حتى يعالج الأخطاء الموجودة فيها طيب ثامر يعني في مقال لك في صحيفة الرياض ذكرت فيه إلى أنه في حوالي ألف شركة مليارية ناشئة في 2021 قياسا على السوق العملي عندنا في السعودية والشركات والشركات الناشئة وريادة الأعمال كيف قاعدة تشوف مع هالحملات مع هالتصحيح لسوق العمل مع الآن في كلام كبير على ساعات العمل ما نعرف إلى الآن مدى صحتها مدى دراستها عطني تنبؤاتك وزارة العمل نفت أنه يكون فيه دراسة على تغيير في أيام العمل أنا لا أقريت ولا نفعت أنا مجرد صحفي يسأ أنا بس أضيف معلومة فقط فقط أضيف معلومة فأنهم نفوا الفكرة أنه اليوم نحن عندنا في الإيكو سيستم في النظام مثل الشركة السعودية لاستثمار الجريع عندنا الهيئة المشاة الصغيرة ومتوسطة عندنا وزارة التجارة عندنا أيضا الأنظمة الحكومية أو العطاءات الحكومية أصبحت تدعم أنه يكون عندنا منشآت صغيرة تساهم حتى يعني أو تحصل وتفوز بعقود حكومية بالمقارنة بما كنا عليه في السنوات الماضية التصنيف بالنسبة للمقاولين حجم الأعمال والتغطية الاتمانية وما إلى ذلك هناك تسهيل حتى يتمكن كثير من الشركات الصغيرة المتوسطة وأيضا متناهية الصغر أنها تساهم في الجهة الأخرى عندنا ممكنات كبيرة للتقنية جعلتنا نرى فرص مناسبة ممتازة عندها القدرة أنها تصل إلى الخانة المليارية المقال كان يتكلم عن الإحصائية العالمية وكان فيها أيضا جانب يميل إلى أن وجود السيولة بهذا الحجم الضخم تسبب بوجود ألف شركة يونيكورن عالميا لكن عندنا اليوم نبني النظام بناء النظام هذا مناسب جدا خلنا نشوف التطبيقات السعودية خلنا نشوف جزء منها ذهب إلى الإدراج وجزء منها اليوم وقع اتفاقيات مع شركات مالية حتى يكون جزء من السوق المالية أيضا الجوالات الاستثمارية التي تحدث الآن في السعودية تبشر بأننا مقبلين على دعم للشركات الناشئة ودعم للتقنية واحتضانها يعني مؤتمر ليب أخيرا كان جزء من حاضن هو حاضنة كبيرة لكثير من الأعمال التي أتوقع أنها تصل إلى قيمة جيدة بغض النظر إن كنا نحكي عن اليوميكورن الملياري أو لا لكن الأهم أننا نصل إلى شركة قائمة ناشئة مستقلة ومستقرة تساهم في النمو الاقتصادي إذن من الرياضة الكاتب الاقتصادي فامر سعيد شكرا جزيلا لك أعتك العافية شكرا جزيلا لك